موسيقى قال يسوع ادخل من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون الذين يجدونهم هذا التعليم عظيم جدا الرب يسوع مش عم بيديقها على الإنسان لكن اللي بتعجبني في شخصية يسوع المسيح الأمانة المطلقة والمصداقية التامة والشفافية بالتعليم والوضوح والطهارة والنقاوة في كل قول عم بيتكلم مش عم بيتكلم حتى يجتذب السامعين لمجرد إنفعالات عاطفية لكن بيجتذب الجماهير بتعليمه لمقاصد أبدية هنا حبائي بحطنا تحت اختيار وتحت قرار وهذا هو التحدي الأعظم تحدي الأعظم من اختيار وقرار وهذا طبعا شيء مصيري جدا قرار مصيري بيتعلق بحياة ومصير وأبدية الإنسان هذا القرار طبعا بيتكلم أو بيربط إذا كانت علاقتك مع الله صحيحة أو غير صحيحة خلينا أقول لك في الحاضر قرارك يؤثر على حياتك وبيأثر كمان على أبديتك وأكيد اللي بيحتم مصيرك فاليوم أنت أي قرار بتعمله فعلا بعبر إذا أنت إنسان عم تطلع للأبدية ولا مجرد لعالم مؤقت زائف وزائل بعد قليل أحبائي هذا يعني من بداية الأيام في أيام موسى في سفر التثنية قال موسى قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة كمان بنفس الإصحاح يقول الخير والشر فاختر شوف النصيحة فاختر الحياة لكي تحي أنت ونسلك من بعدك وبعدين في خطبة يشوع الوداعية أمام شعب إسرائيل قال هذا التعبير اختاروا لأنفسكم من تعبدون إذا كان أي آلهة أخرى لكن هو حسم الأمر أما أنا وبيتي فنعبد الرب يشوع إصحاح 24 في أيام إليا كانت المملكة مملكة إسرائيل مرتدة عن عبادة الله الحي فقال إليا لجميع الشعب حتى متى تعرجون بين الفرقتين إن كان الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه احسم الأمر في حياتك فأنا بصلي اليوم أنه قرارك يكون مثل ما فعلت مريم وأما مريم فاختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها